الوضع في قلب دولة أثيوبيا أوشك على الانهيار سواء إذا كان على المستوى الداخلي أو على مستوى صد النهضة على المستوى الداخلي متوقع حرب أهلية تجتاح كل أنحاء البلاد خاصة وإن اشتباكات حدثت ما بين القوات الأثيوبية الفيدرالية وما بين قوات إحدى الأقاليم اللي هي إقليم أمهارة اللي يعتبر تاني إقليم في القوة العسكرية وقوة السكان وعلى مستوى القوة الجغرافية أيضا في ذات الوقت اللي احنا فجئنا فيه بأنه هناك تصريحات امطلقت من متخصصين جدا في الشأن المائي وفي شأن السدود اللي أطلقوا تحذيرات جديدة من نحة قالوا بالحرف الواحد أن سد النهضة عبارة عن سد السياسي في المقام الأول شيده أبي أحمد من أجل كسب بنت لدى رقم واحد الدول الغربية اللي مشغلها لحصابها رقم اثنين على المستوى الداخلي بالإضافة إلى مستويات أخرى خلونا نتوقف عند التفاصيل ديت وتدعيات الأحداث في قلب الدولة الأثيوبية لكن عبلها شير لايك للفيديو دوكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالعادي وإنت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم إحنا طبعا سمعنا الكثير من التحليلات والكثير من التصريحات من غير المتخصصين قالوا كلهم بلا استثناء عبر السنوات اللي فاتت دقوا أجراص الخطر وقالوا بالحرف الواحد أن سد النهضة على وشك الانهيار ما كناش بناخد التصريحات ديت على محمل الجد لأن هي صدرة من غير متخصصين لكن أن تأتي التصريحات من واحد متخصص يبقى المسألة هنا أنت لازم تحط تحتها خطين الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجمعة شايمن الأمريكية أطلق تصريحات من هذا النوع قال فيها إيه؟ منذ إعلان المبادئ اللي هو سنة 2015 إعلان المبادئ اللي تم إبرامو ما بين مصر والسودان وأثيوبيا اللي بمغتضاه لا يحق للدولة الأثيوبية أن هي تتصرف تصرف أحادي دون الرجوع للدولتين دولتين المصب اللي هي مصر والسودان اللي بعض الخوانة والإرهابيين بيهجموا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بخصوصها ويقول لك إيه؟ دباع الميا لأثيوبيا وأبرم اتفاقية بلا قيدة أو شرط الكلام ده طبعا مش مظبوط إنما إعلان المبادئ هو الوسيلة القانونية الوحيدة اللي نجح عبد الفتاح السيسي في إن هو يمسكها على دولة أثيوبيا بينما كان في السابق ما فيش أي ورقة قانونية أساسا نجحت مصر في إن هي تمسكها على دولة أثيوبيا فالدكتور هشام العسكري بيقول منذ إعلان المبادئ وحتى الآن لم نرى أي فائدة لسد النهضة وقال يبدو أن إنشاء السد الأثيوبي كان بقرار سياسي وليس تنموي أو لغرض توليد الطاقة وقال عاجلا أم آجلا كما توقعنا سينهار السد الأثيوبي وفقا للورقة العلمية اللي احنا أصدرناها مؤخرا وقال إن العالم سيرى أنه لا يوجد أي فائدة من الجسم الموضوع على دفاف النيل وقال كمان للأسف الشديد هذا الجسم سوف يؤثر على إثيوبيا والدول المجاورة الموقف الأثيوبي عبثي والتصرفات عبثية ولا تخضع لأي مرجعية علمية يعني إيه بمثابة سد سياسي سد سياسي عشان ينال حزوة لدى الأثيوبيين مشروع سياسي في المقام الأول على أساس أنه هو يحارب به ويشتغل به الدولة المصرية مشروع سياسي في المقام الأول على أساس أنه هو يستغل كورق الضغط في مواجهة مصر أولا والسودان هو ده المشروع السياسي الدكتور هشام العسكري بيقول إن الجسم ده إن آجلا أو عاجلا سوف ينهار ده طبعا زي ما قلت لحضراتكم أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شاب من الأمريكية يعني الراجل ما هواش هفأ ده راجل متخصص في الجيولوجيا ومن ثم التصريحات بتاعته ليها تمنها على المصار الأثيوبي طبعا سد النهضة يوشك أن ينهار زي ما قال الدكتور هشام العسكري المصيبة إن أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي ما بيلحاش يفرح بحاجة فاكرين تدعيات الحرب اللي اشتعلت ما بين الجبهة الشعبية لتحرير التجراي في إقليم التجراي وطبعا الجبهة دي تحكمت الدولة الأثيوبية الأكتر من عشر سنوات قبل تولي أبي أحمد رئاسة الحكومة الأثيوبية سنة 2018 الجبهة الشعبية لتحرير التجراي كانت هي التي تدير أثيوبيا أبي أحمد المفترض جدلا كان يجري انتخابات إلا أنه قام بتأجيل هذه الانتخابات القدرالية الجبهة الشعبية لتحرير التجراي رفضت إن أبي أحمد يتخلى عن الديمقراطية كل الدول الغربية بالاستثناء كانوا بيقولوا إن إثيوبيا فيها تجربة ديمقراطية واعدة جدا هتغير كل القواعد في قلب قرة أفريقيا بالفعل كانت تجربة ديمقراطية رائعة جدا طبعا أثيوبيا زي ما حضرتكم عارفين عبارة عن مجموعة من الأقاليم كل إقليم بيحكم بطريقة فدرالية أشبه بنظام الولايات المتحدة الأمريكية بيضمها برلمان فدرالي بيضمها جيش فدرالي وكل إقليم له جيش مستقل وله برلمان مستقل البرلمان الفدرالي اللي يسيطر على الأغلبية فيه هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة الفدرالية ويتولى إدارة البلاد أبي أحمد جيس سنة 2018 أول حاجة عملها بدأ اتفق مع أسياس أفرقي رئيس إيرتريا في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير التجرائي اللي هي جزء من الدولة الأثيوبية وعن طريق الجيش الإيرتري وعن طريق الجيش الفدرالي حاصر إقليم التجرائي وبدأ يدك في الإقليم ده لدرجة أنه هو ارتكب عمليات إبادة جماعية في مواجهة جزء من شعبه وما فيش أي منظمة حقوقية جرأت أن هي تنتقد ممارساته ولما جات أمريكا وجات منظمة العفو الدولية يتكلمه الكل واحد يحط الجزمة في بقه وما يتكلمش ديت شؤون سياسية وتخص دولة وسيادة الدولة ممنوع من عند بد أن حد يتكلم معانا لأن ده أمر داخلي يخص دولة أثيوبيا بالفعل ما تكلموش مرة تانية بمقتضى الاتفاق ما بين أسياس أفرق وأبي أحمد أبي أحمد نفاجأ أنه هو خد جايزة نوبل للسلام تخيلوا خد جايزة نوبل للسلام فجئنا أنه هو ركع على عتبات تل أبيب لبس القلنصوة اليهودية وراح ركع وعايت في قلب تل أبيب ثم ركع أيضا لأمريكا وبدأ ينفذ الأجندة الغربية اللي بمقتضاها دعم نظام سد النهضة بدأ يبن سد النهضة بدأ يهلفط في التصريحات بدأ يدك كل الأقاليم اللي تمردت ضده بسبب ممارساته الدكتاتورية حاليا دلوقتي بعد أن هدأت هذه الحرب بعد انتصار الجبهة الشعبية التحرير التجراي والتزام أبي أحمد بالشروط اللي فرضتها جبهة التجراي نفاجأ بإني على موقع أخبار الأمهرة قال الموقع ده أن قوات الفانو اتبع لقومية الأمهرة اللي هو إقليم أمهرة ثاني أكبر أرقية في البلاد فرضت سيطرتها على الحدود ما بين إثيوبيا والسودان الأيام اللي فاتت وقد تسبب هذا الأمر في فرار أكتر من 300 جندي من قوات حرس الحدود الأثيوبية الفيدرالية إلى السودان وعندما حاولوا العودة تكبدوا خسائر فادحة وقد تم قتل 100 جندي أثيوبيا على يد قوات الفانو ونشر الموقع في فيديو أرفقوا التعليق جاء فيه أثرت قوات فانو 80 جندي من قوات الدفاع الوطن الأثيوبية الفيدرالية بعد تدمير قعدتهم والجيش الأثيوبي ينهار على جبهات متعددة في منطقة جندر أمهرة طبعا عدد من الثكان السكان الأثيوبيين والتجار أبدوا تضامنهم مع قوات الفانو لتسهيل عملية السيطرة على الكثير من المناطق والمعبر والحركة التجارية بينما تمركز الجيش الأثيوبي في محافظة شهيدي بعيدا عن الحدود وبعيدا عن منطقة المواجهات حرب أهلية داخلية بدأت تشتعل في قلب دولة أثيوبيا أبي أحمد من سنة 2018 لحد تاريخ السعادي بيعيش في تحديات غير عادية فبيحاول بقدر الإمكان أنه هو يجمع الشعب الأثيوبيا حواليه فيعمل إيه سعدتك يتبنى مشروع قومي يظهر فيه أن هناك تحديات من دول في قلب المنطقة زي جمهورة مصر العربية اللي مش عاوزانا أن احنا نبني صد النهضة يا شعب أثيوبيا احنا لازم نتكتف كده مع بعضينا ونواجه دولة مصر لأن احنا بنتحداها فيجي لك الشعب الأثيوبيا لكن طبعا إقليم زي إقليم أمهرة وإقليم التجراي عارفين أن الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع وأن أبي أحمد بفرقع وخلاص حتى عندما أطلق التصريحات من نوعية أن احنا هنتحدى مصر وإحنا قادرين على أن احنا نسحق الجيش المصري لما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى اللقاءات الدولية أنكر كل التصريحات دية وقال له بالحرف الواحد يا ريس أنا لم أطلق أي تصريحات ضد الدولة المصرية ده هما اللي قالوا كده وأنا كنت رفض التصريحات دية وأنا ما قلتش الكلام ده طبعا أبي أحمد بيجي عند أسياده وطبعا يتراجع الدولة المصرية حاليا دلوقتي وجيشها في أكتر من عشر تلاف جندي موجودين على الحدود الأثيوبية الصومالية الجيش المصري موجود عشر تلاف جندي مصري بالقوات بتاعتهم في قاعدة عسكرية مصرية في قلب دولة الصومال بالقرب من سد النهضة قدامك حالين يا حتتراجع وحتلتزم بالشروط المصرية يا إما سد النهضة أسفل قصف الجيش المصري مصر بعتت إنذار لمجلس الأمن الدولي يا تتحركوا وتحاول إنه كنت تحلوا المسألة ودي بعد فشل كل المفاوضات اللي أجريت ما بين مصر والسودان وأثيوبيا يا إما يحق لنا إنه إحنا نتصرف بالطريقة المناسبة جيش مصر أصبح موجود في قلب قرد أفريقيا اشتركوا في القناة